بعد تدمير وأحراق مستشفى الشفاء قتل سبعة أشخاص يعملون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة في غارة إسرائيلية وفقا لبيان صدر عن المنظمة وأضافت أن العاملين الذين كان من بينهم أيضا فلسطينيون ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية كانوا يستقلون سيارتين مدرعتين تحملان شعارها إلى جانب مركبة أخرى وذكرت أنه على رغم من تنصيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودعها في دير البلح بعد تفريغ أكثر من مئة طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي جلبت إلى غزة عن طريق البحر بدورها أعلنت حركة حماس أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على الموظفين يهدف إلى إرهاب العاملين في الوكالات الإنسانية الدولية لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية في المقابل أعلن جيش الإسرائيلي أنه يجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات للوقوف على ملابسات هذا الحادث المأسوي وتنديدا بالهجوم أكد رئيس الوزراء الأسترالي مقتل عامل الإغاثة الأسترالية وقال أن حكومته اتصلت بإسرائيل للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الحادث كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني أنه يتعين على إسرائيل توضيح الملابسات المحيطة بمقتل العاملين وأضاف خلال جولة في الشرط الأوسط أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول تموز المقبل فيما يتعلق بالهجوم الوشيك على رفح كشف مصدر مطلع أن إسرائيل لم تقدم إجابات واضحة بشأن عملية رفح خلال الاجتماع وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل كما أن المؤتمر الفيديو الذي امتد لنحو ساعتين بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لمناقشة الخيارات البديلة عن الاجتياح البري لم يسفر عن نتيجة